رح نروح لتكريم لأكاديمية الفنون في مصر للممثلة نادية لطفي بمنحها الدكتورية الفخرية تقديرا لمشوارها الفني الطويل وأعمالها المميزة التي أثرت في تاريخ السينما المصرية ومن فوق كرسي متحرك تسلمت نادية لطفي عن عمر يناهز ثمانين عاما تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بمستشفى المعادي العسكري حيث تعالج فيه منذ فترة ويذكر لأن نادية لطفي لديها ولد بنت باسم باولا محمد مصطفى شفيق وبدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينات من القرن الماضي وقدمت عشرات الأفلام التي شاركها بطولتها كبار نجوم الزمن الماضي أمثال رجد أبوازة وفريد شوقي وأحمد مظهر وشكري سرحان ومحمود مرسي والمطرب عبد الحليم يعني سالي بعد هاي الجولة المنوعة على الأخبار الثقافية من سوريا والعالم بنكون خلصنا اليوم من جولتنا الثقافية ولحنروح سوى مشاهدينا لفاصل أصير ونرجع لنكفي باقي محطات صباحنا غير لليوم